مجزء الثامنة صباحا من أونلايف أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقات التعاون التي تربطها بدولة الإمارات جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي جمعته بولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زيد الذي أكد على موقف بلاده فابد بمساندة مصر على كافة المستويات بأدف تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والتنمية وخلال اللقاء أيضا استعرض السيسي المشروعات التنموية الجارية تنفيذها في مصر كما تم مناقشة مستجدات الوضع الإقليمي في ضوء الأزمات التي تشهدها سوريا واليمن وليبيا يستقبل المواندس الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم فيتالي بوفك وزير صناع بيلاروسيا والذي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي ست شركات من بيلاروسيا وكان وزير صناع بيلاروسيا قد أكد خلال لقائه مع اتحاد الصناعات المصري أن الهدف من الزيارة هو التعاون مع مصر في مختلف مجالات الاستثمار يتوجه الناخبون الجزائريون اليوم إلى صناديق الاختراع لإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والتي ينتظر أن يحافظ فيها حزب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحلفاءه على الأغلبية وتنافس في هذه الانتخابات 12 ألف مرشح يمثلون 57 حزبا لحصد 462 مقضا هذا وكانت السلطات الجزائرية قد أطلقت حملة باسم سمع صوتك لحف الناخبين على التصويت في الانتخابات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ملتزم بالعمل مع الفلسطينيين وإسرائيل لتحقيق السلام وسيساعد الفلسطينيين على خلق فرص اقتصادية وسيعملوا معهم على مواجهة الإرهاب جاء ذلك خلال استقبال ترامب نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بالبيت الأبيض وقال عباس أن تحقيق السلام سيتيح الفرصة لإسرائيل إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية والإسلامية وأنه يتطلع للعمل مع ترامب لتحقيق صفقة السلام التاريخية شهد الكرام انتهت هذه الجولة لقونا يتجدد على رأس الساعة